بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه دراسة أو رابط لدراسة أرسلها لنا أحد الأحبة عبر الواتس أب وأنا الحقيقة أود أن أشكر كل أخ يساهم في إرسال أي دراسة علمية تخدم هذا الكتاب العظيم الحمد لله لدينا وسائل لإيصال هذه المعلومة وتبسيطها وترجمتها لتصل إلى أكبر شريحة من الناس لينتفعوا بها لأننا كما قلنا دائما سنقف بين يدي الله ويسألنا عن هذا القرآن ماذا قدمنا له على الأقل أنت مهتم بالأبحاث العلمية أو الدراسات العلمية وصادفاتك دراسة وجدت أنها تخدم أبحاث القرآن العظيم يمكن أن ترسلها لمن لديه وسيلة في إيصال هذه المعلومات لكي لا تبقى عندك فقط أن تكون هذه المعلومات متاحة للجميع وطبعا أيها الأحبة مثل هذه الفيديوهات التي نقدمها أيضا هي مجانية على فكرة يعني أنا دائما أشير إلى أن كل المقالات التي ننتجها والأبحاث والكتب والفيديوهات والحلقات وكله متاح لإعادة النشر بالطريقة التي تحبون هذا كله مجانا خدمة لهذا الكتاب العظيم يعني الذي قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ومثل هذه الأبحاث تؤكد أن القرآن كلام الله لأنه لا يمكن لإنسان أن يتخيل أن هناك إنسانا يعيش في القرن السابع الميلادي وهو نبي عليه الصلاة والسلام لديه كل هذه العلوم يعني نعلم اليوم أن آنشتاين برعة في الفيزياء في سرعة الضوء في النظرية النسبية في مجال محدد ولكن في الطب هو فاشل مثلا في علوم البحار ربما لا يفقى شيئا في علوم اللغة ربما لا يعرف شيئا في علم النفس يعني كل إنسان لديه اختصاص معين قدرة أما أن نجد رجلا يعيش قبل 14 قرنا يستطيع أن يتحدث في البحار والجبال والمناخ والفلك والفيزياء والحيوانات وفي اللغة كل هذه الموسوعة العلمية لإنسان أمي عليه الصلاة والسلام هذا يكفي دليلا أنه رسول الله اليوم هذه الدراسة حول الطيور الطيور أشار إليها القرآن ولكن دعوني في أواخر 2020 أيها الأحبة نحن يعني ودعنا عام 2020 فأجريت هذه الدراسة أحبتي في الله وكانت محيرة للعلماء ويقولون إنها طرحت جدلا جديدا حول مصداقية نظرية التطور يقولون إن الطيور طبعا هناك دراستان نشرتا حول عالم الطيور تبين أن أدمغة هذه الطيور لا تتناسب مع كونها طيور هذه الأدمغة والحسابات التي تقوم بها هذه تتناسب مع تطور وحجم الثديات يعني فيما لو كان هناك تطور طبعا هم ينطلقون دائما من فكرة التطور طبعا التقرير نشر في صحيفة لوتون السويسرية بتاريخ 24 ديسمبر 2020 يعني أواخر 2020 أيها الأحبة وجدت هذه الدراسة أن دماغ الغراب الغراب الذي ذكره القرآن يستطيع أن يجري عمليات حسابية معقدة جدا تعجز عنها بعض الثديات لذلك عندما يعتقد علماء التطور أن الغراب تطور كطائر عادي قبل مثلا خمسين ستين مليون سنة مثلا يعني وخضع لتطور معين هذا الكلام غير صحيح هذا يناقض تماما نظرية التطور لأن بعض الطيور تمتلك نظام وعي متطور يشبه الذي نملكه نحن البشر طبعا الدراسة نشرت في مجلة العلوم سايانس والدراسة تقول هذه النتائج ستثير الجدل حول مصداقية التطور ما هو كل يوم يأتي بحث ويصدر بحث يقولون هناك جدل حول التطور إذن لماذا تعتبرون أن التطور حقيقة علمية أو نظرية التطور حقيقة إذا كل يوم هناك دراسة أنتم من تقولون نقصد علماء التطور علماء التطور أنفسهم هم من يقول هذه الدراسة تناقض نظريات التطور هذا الكلام كل يوم أحبتي فلا أنا أطلع عليه يوميا منذ أن بدأ اهتمامي بهذا الموضوع قبل السنوات كل يوم هناك دراسة يقول لك تناقض التطور طب لماذا تصرون على التطور اعترفوا بوجود الخالق وتنتهي القضية اعترفوا أن القرآن هو كلام الله وستجدون آيات في القرآن توضح لكم كل هذه الحيرة وتزيل عنكم هذه الحيرة فوجدوا أن الغراب يستطيع أن يحل يعني يجري عمليات حسابية متسلسلة بشكل يعني لا يتناسب مع حجم الدماغ ومع مستوى تطوره طبعا هذا حسب نظرية التطور وبالتالي نستطيع أن نقول أن الدماغ تطور بطريقة خاصة غير يعني غير بقية الطيور وطبعا أجريت دراسة على طائر تحدثنا عنه مؤخرا أيضا في ألمانيا أيضا طائر دماغه صغير ويستطيع أن يعيش حياة اجتماعية ويحب ويشعر ويتذكر ويحزن قالوا أيضا دراسة غريبة تناقض نظرية التطور الآن أيها الأحبة كاتبة الدراسة وهي من جامعة توبنغن توبنغن الألمانية هذه الدراسة تقول فيها لا تمتلك الغربيات إدراكا ذاتيا للتحفيز أو المحفزات البصرية إنما تخزن المعلومات لديها نظام لتخزين المعلومات وهو أحد ميزات الوعي البشري إذن أحبتي في الله أنا لا أريد أن أخوض معكم في تفاصيل هذه الدراسة أنتم تعلمون أسلوبي جيدا أنني أحب أن أخذ المعلومة ببساطة وباختصار الغراب يقارن بطفل عمره عدة سنوات أحيانا يعني الذكاء الطفل عمره ثلاث أربع سنوات يقارن بذكاء الغراب على الفكرة أحيانا إذن أنا أستطيع أن أقول بناء على قراءتي للقرآن الكريم إن هذه الدراسة أشار إليها القرآن تماما يعني اليوم نحن في عام 2000 آخر 2020 عندما نجد أن العلماء يقولون الطيور تمتلك نظاما للوعي يشبه الذي نمتلكه نحن البشر ويعيشون في أمم وجماعات مثلنا تماما هذا الكلام موجود في القرآن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجانحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالكم أمثالنا ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون انظروا كيف أن القرآن صنف الدواب ثم الطيور وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجانحيه إلا أمم أمثالكم نظرية التطور تقول لا الدواب شيء الثديات شيء الطيور شيء الأسماك شيء الكذا تصنف لها تصنيفات القرآن لا يقول لك كل هذه الدواب حتى الأسماك حتى الطيور كلها أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون حتى هذا الغراب سيحشر إلى الله وسيحاسب حتى النملة ستحشر حتى الكل شيء سيكون بين يدي الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه عليم سمع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته